صراحة يعني أحلى أغنية نبتدي بيها يومنا يوم الوقفة هي رايحين للنبي الغالي بصوت ليلة مراضي يعني بعتقد أن دي بداية كده زريفة خلونا نبتدي بفقرة الصحافة ومعنا أستاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع نهارك سعيدة فن نهارك سعيدة كمستمتعين نحن مستمتعين بالأغنية في البداية خلونا نستعرض على أستاذ المشاهدين أهم العنوين اللي احنا اخترناها في جرائد ديو النهاردة 5-11-2011 من المصر اليوم معركة المبادئ الدستورية التحالف والإسلاميون يرفضون التعديلات والسلم يدعوهم للاجتماع الأهرام القوى السياسية تحدد ثلاث شروط لإقرار وثيقة السلمي الأخبار 7 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتخابية الأخبار جميع ركاب العبارة غادروا نوابع وإجراءات لسرعة صرف التعويضات من اليوم السابع الخارجية الأمريكية بتقول أحزاب مصرية طلبت مساعدات من واشنطن الأخبار تصعيد جديد في أزمة القضاء والمحامين بعد تصريحات المستشار الزند المصر اليوم النور السلفي يضع وردة مكان صورة المرشحة في دعايته الانتخابية الأهرام رصاص الأسد يهدد مبادرة الجامعة بالفشل وأخيرا برضو من الأهرام 4 ملايين حاج على عرفات النهاردة وكل سنة وحضراتكم طيبين ونبتدي بآخر خبر صح كده؟ أنا بس ضبط أنا رشحت آخر خبر لنهاردة بالفعل يعني 4 مليون حاج من ضيوف الرحمن بيصعدوا على جبل عرفات يعني أعتقد أنه ده يعني مشهد إنساني رائع جدا يعني غير متكرر على الإطلاق أنه 4 ملايين يقفوا ويكبروا ويهللوا في وقت واحد لباك اللهم ولباك أعتقد أنه ده مشهد إنساني ودلالاته كثيرة جدا ويسد دلالاته الإنسانية نحن نتمنى بالفعل أن هذا العيد يكون عيد خير وسعادة عيد تحقيق كل الأحلام والأمان للأمة الإسلامية وخاصة أنه بيجي بعد يعني ربيع عربي كثير من الصورات في الدول العربية نتمنى أنه بالفعل يكون هذا العيد وعيد وحدة الكلمة الاتفاق على الأهداف المحقيقة لكل الأمان المرجوة تحقيقها لخير وسعادة الشعوب العربية والإسلامية إن شاء الله لرب يدعونا أم هناك أعتقد النهاردة سواء الحجاج المصريين أو الحجاج التوانسة أو الحجاج السوريين أو غيره كل الحجاج أعتقد أنه تكون دعوتهم هي إنقاذ هذه الأمة إنقاذ دولهم من المشاكل التي سيتمور بها سواء ما تحقق من الصورات أو ما زال نضالات الشعوب اللي ما زالت بتناضل عشان تحصل على حريتها أعتقد أن كل دعوات الحجاج على جبل عرفات النهاردة أو في كل المشاعر يعني أعتقد كلها هتصب لي دعاء لصالح إنقاذ هذه الأمة وتقيق كل أهدفها وتقيق حريتها واستقلالها إن شاء الله يا رب قلسانو حضرتك طيب قلسانو كل المشاهدين طيبين يا ربي عيد سعيد على الجميع بإذن الله إن شاء الله نتزي بقى على طول باب المشاكل بقى و أنا ندخل على المشاكل تاني معلش الواقع الأليم معركة مبادل دستوري مخبريني وما لقى بعض يعني التحالف والإسلمون بيرفضوا التعديلات والسلم والسلمي بيدعوهم للاجتماع يعني أنا أعتقد هذه المعركة يعني هي ليست معركة لأنه ده شيء كان ضروري جدا وأعتقد أنه شيء مهم جدا في مسألة إقرار مبادئ عامة للدستور ولكن بسبب الإرباك اللي حصل في المرحلة الانتقالية للأسف يعني يمكن أنا بقول أن تونس يمكن حققت طفرة أحسن مننا إحنا أربكنا المرحلة الانتقالية بعدة قرارات بعدة بيانات وأعلانات كان يجب أن يتم تحديد الأوليات أولا ثم بعد ذلك الانطلاق لكن هذا كان مصار ولكن مدام هناك مصار تم فرض علينا فيجب أن نحن يتم الاتفاق على الخروج من هذا المأذق يعني مدام هناك هذا الارتباك نحن علينا أن نتعامل مع واقع قد نرفضه ولكن علينا أن نتعامل معه هناك واقع الآن أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عام على المبادئ العامة للدستور أي أن كان اسمها مبادئ حكمة أو أساسية أو أساسية لأخرى لكن هناك يجب أن نتم الاتفاق لأنه يعني ليس من المقبول أو لسا من المعروف أنه في الدول الأخرى أن مجل الشعب فقط هو المنوت ووضع الدستور الدستور هو حال التوافق اجتماعي وسياسي وسقافي عام ولسا مجرد أنه فئة ستتم انتخابها ستكون هي المنوت بها ووضع الدستور فأنا أعتقد أنه يجب أنه انتهاء سريعا من هذه الأزمة الخروج من هذا المأذق وخاصة أن أنت بتخلقي مشكلة في ظل استعدادات للانتخابات يعني هل هتتم انتخابات وسط هذه التصادم وسط هذا التناحر وسط هذا التجاذب السياسي والاستقطاب السياسي ما بين إسلاميين وما بين لبراليين وما بين الحكومة أو الأخرى يعني أعتقد أنه لازم يتم بالفعل الآن الاتفاق على الخروج من هذا المأذق ويتم النقاش لأنه يجب أن يتم النقاش لن تنتسير بين الأمور بمسألة الدستور إلى مجل الشعب إلا بالاتفاق على مبادئ أساسية مبادئ متفق عليها الجميع توافق اجتماعي يحافظ على الحريات العامة يحافظ على صوابة الوطنية المصرية إلى آخره لأنه البعض يرى أو من يتصور أنه سوف يستولي أو يستحوز على النسبة الأكبر مجل الشعب هو المنوطة بيوعد على الدستور أنا أعتقد أن دي يعني لن تحدث ولم تحدث في طريق الأمور خليني أسأل شوية تفاصيل يعني إحنا فعليا التحالف الديمقراطي يسموه الكامل والإسلاميون معترضين قراد على المبادئ الأساسية الدستور من قبل ما نعرف إيه ليه؟ يعني هما حتى يعني الاعتراض كان بادئ من أو لا مفيش مبادئ حكامر الدستور أو مفيش مبادئ أساسية للدستور اللي مش عجبينيين غير دلاتي مش عارفين يعني في من القصة السياة الأخرى الليبراليين والناس التانية عندهم اعتراضات وأطعام المادة تسعة والمادة عشرة يعني فيه حاجات ملموسة يعني شوف يعني هو يعني هو كان من الأصل من البداية من الأساس أنه تبتل محنة قليلية بوضع دستور طبيعي دستور أولا لأنه خلاص أنت نهيتي نظام وبتدعي حياة جديدة ونظام جديد كان مفروض أن يحصل هناك توافق مجتمعي على وضع دستور خلاص أمر الله نفس طيب طالما أنه أمر الله نفس والمسؤولين حطونا في الوضع ده وحصل إعلام مبادئ وحصل للأسف يعني تزيف إرادة وتزيف وعي في الاستفتاء اللي فات طيب وصلنا دلوقتي للمسألة الوضع الحالي فالوضع الحالي أنه يجب أن يكون هناك أسر ما ينفعش أننا أقول لا نعمل دستور من أول جديد أنه اللي يضعوا اللي من يتحكموا في السلطة ومجتمعي للشعب لا يعني هي المسألة دلوقتي هي المسألة المقصود بها أننا يجب أننا نحافظ على صوابة هذه الدولة نحافظ على مكتسبات هذا الشعب ومكتسباته اللي اكتسبها عبر يعني عشرات بل مئات السنوات علشان يصل إلى أن يكون الدولة المصرية بكل قيامها بكل حضراتها بكل طراصها في الحقوق العامة في الحريات في التوافق في الانصهار انصهار الجغرافي وانصهار السكاني كل هي دي اللي احنا بتكلم عنها لا خلاف على الحريات العامة لا خلاف على حفاظ العقوق معنى قصدي رفض الإسلاميين هل ده معناه حتى أبقى أوضح بقى يعني هما مش يعني نهينا عن تفاصيل المواد هما عايزين يحطوا دستور على مزاجهم قد يكون معد مسبقا وده لرهنهم بتأكيد ما هو ده يعني ده يدل على سطحية سياسية يعني المسألة انه فيه جهل سياسي او سطحية سياسية البعض غرطه قوته الشكلية الان في الشارع فبالتالي تخيل او تواهم انه هو من حقه فقط ان هذا دستور وده لا يحدث ولا يحدث لانه الدستور لا يسميلك مجل الشعب لا يسميلك العدار المتخابين ولكنه ملك مجتمع هو اللي بيتفق ده توفقي مش قوانين المجل الشعب يراقب وينفس ولكن انه مسألة الدستير ده بيحطها بيحطها الشعب كل اطيافه من اعضاء مجل الشعب من صقفينه من عماله من طلابه من صحفيينه من كل الاطياف ده يتم التوافق كل الاقليات كله لانه لصيغة لصيغة التوافق الاجتماعي الوحيدة اعتقد اللي لازم يتم التوافق عليه وهي الدستور ايا كان بها بعد المواد مادة تسعة ولا المادة العشرة ده قد يقتب الحوار والنقاش سواء الخاص بوضع القوات المسلحة او الجيش في الدستور اهلا وسهلا نتناقش عليها نتناقش لدور حوار عليه لكن هناك اعتقد هناك الزام مواد الزام يجب التزام بها ولا يتم النقاش حولها وهي خاصة بالدستور للنقطة التانية اللي هي خاصة يا سيئة بتحدد ثلاث شروط لاقرار وثيقة السلم اللي هي الثلاث شروط وهي تقريبا كلها بتدور حول وضع الجيش سيادة سيادة الشعب انه الشعب هو الحامي للشرعية الدستورية يعني يا سيدة اي ان كان يعني خلينا نقول انه بالتأكيد تعالوا للحوار تعالوا لكلمة سواء تعالوا لتناقش حوالين هذه الوصيق هو طبعا هي يعني الدكتور العسلم كان الله فعون بصراحة يعني هو لأسف فرض عليه واضح هو جاء لمنصب لمهمة محددة وهي التنمية الديمقراطية والتطور التنمية السياسية والتطور الديمقراطي هذا منصبه تعديدا لهذه المهمة التحديل ولكن هي مسألة الارباك اللي حصل الخطوات العشوائية اللي حصلت مسألة احنا مش عارفين بالزبط اي مصارب فيش اطبان واضحة نمشي عليها ده اللي وصلنا للحالة دلوقت فهو بالفعل في وضع في مأزق ولكن اعتقد ان احنا علينا ان احنا بالفعل يتم الحوار دون التهديد باي مليونيات تشهدية زي البعض المقال للأسف اللي عايزين يقودوا اللي بيحطوا وردة مكان المرشحين بالأسف يعني اللي بيحجبوا من اجمل التمثيل في الراسل السوداء في اسكندرية اعتقدت هم دول اللي هم عايزين يقودوا هذه الأمة اللي لما يشاركوا في صورات والذين كفروا في الصورة والذين كفروا في الصورة اعتبروا من الخوارج الخروج على الحاجة الآن هم اللي تصدروا المشهد واردين هم اللي يفرضوا دستور على أهواءهم بالمناسبة زيخي بقى نط على الخبر رقم سابعة لطول من مصر اليوم عشان بخلصنا كل الجزء ده النور السلفي حزب النور السلفي يضع وردة مكان سورة المرشحة فدعاته الانتخابية وده من المصر اليوم صفحة الأولى يعني انا عزيزة اقول كويس انه وضع وردة اللي ما اعتبرش الوردة حرامية كمان يعني اه كانوا يتبع ورد يعني احط وردة احط اي حاجة او فل ما احطش وردة يعني يعني ده دول هذه هي الطريقة التي فكرنا بها ان المرأة ليست لها وجود اصلا المرأة عندما وضعوها في قوائم وضعوها من باب سد الزرائع او ذر الرماد في العين حتى يقال المرأة اكثر من ذلك اذا فازت اذا فازت هتروح المجلس لا هتروح بس لها واحد يتكلم بدل عنها يعني صوتها ما بيطلعش لا صوتها ما بيطلعش ان صوت المرأة عورة يعني اكثر من كده ينسيبك من موضوع المرأة ولا التمثال بالعكس المسألة وصلت الى تجاوز في المؤتمرات الانتخابية من السلافيين بدأنا نعيد تاني نستعيد تاني ونعيد انتاج مرة اخرى المصطلحات التكفيرية في المؤتمرات مسألة الملمنية والكفر كل ذلك يحدث مسألة وردة ولكن ده للأسف علينا ان احنا بالفعل ان هذه الاحزاب الجديدة وهذه الطائرات مدام اتدخلت الى المعترق السياسي او الفعل السياسي انها عليها ان تحترم او تعرف قواعدها على الاقل يعني تعرف قواعد اللعب على الاقل وانه المقابل في الناحية الاخرى انه يجب تنفيذ القانون لانه بالفعل اذا كان اللجنة الانتخابات اصدرت قوانين كتيرة بعدم التجاوز بعدم رفع الشعرات الدينية بعدم استخدام المصطلحات يعني بكل ده ورغم ذلك انه الاسف انه اللي بيتم في مثل هذه المؤتمرات زي ما حصل في المؤتمر اسكندرية عكس ما على تعلم اللجنة الانتخابية على اطلاق اعتقد انه مسألة التهاون هيوصلنا لمسألة مرحلة مزعجة اعتقد يجب يتم التصدي لها وقدينا شايفين يعني انه هذا الموقف يعني بعد ما خلصنا كل القضايا هذا ما زال موقف هذه الطهرات من المرأة ومن المرشحين ويطلع لنا بفتاوي غريبة جدا يعني زي اللي طلع بفتوى انه عدم تصويت للمرشح القبطي عدم تصويت للمرشح المبصليش يعني للاسف انه بنتقدم للخلف اذا ما كانش بالفعل انه يتم احترام القانون واحترام يعني دراس هذا البلد ونضلاته انا اعتقد المسألة احنا رايحين على سكة مش كويسة طيب